اشتركوا في القناة وكانت هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك جديد الفيديوهات الخاصة بنا أول بأول ولمن لم ينضم بعد إلى المجموعة فسأترك لكم رابط هذه المجموعة في وصف الفيديو فهي مجموعة خاصة بنا نطرح فيها مجموعة من التساؤلات ونجيب كذلك على المشاكل التي تواجه الأصدقاء إذن الآن سوف نبدأ على بركة الله إذن إخواني المنتوج المربح هو عبارة عن بطاقات أمازون gift card والآن سنقوم بشرح هذه البطاقة وإعطاء تعريف بسيط لها حتى لا يكون هناك أي غموط فبالنسبة لهذه البطاقة هي بطاقة مسبقة الدفع بإمكانك شراءها مباشرة من موقع أمازون أو بعض المواقع الأخرى فهناك مجموعة من المواقع لكن إحدى الأخي من المواقع الخدعة أو النصابة واختيار القيمة المالية التي تريد شحنها بها وتستطيع كذلك إهدائها أو استعمالها في شراء من الموقع بدل استعمال البطاقات البنكية مثل الفيزا أو الماستر كارد وتجنب المشاكل المتعلقة بالبطاقات البنكية ثم هي عبارة عن بطاقات افتراضية تستخدم للشراء من موقع أمازون فقط ولها كود سري شبيه بالكود السري لكرود شحن الجوال وبالتالي عند اختيار هذه الوسيلة كأحد وسائل الدفع يتم إرسال الكود إليك على بريدك الإلكتروني الخاص أو بريد صديقك إن أنت اخترت هذا البريد وبإمكانك استخدام هذه البطاقة للشراء من موقع أمازون أو بيعها كذلك وملحوظة هنا إخواني بالنسبة لبطاقات هدايا أمازون فهي الوسيلة الأكثر دفعا واستخداما في أمريكا لأنها تجنب الأشخاص المشاكل المتعلقة ببطاقات البنكية وكذلك مشاكل الأبنك إذن نذهب إلى eBay ونكتب Gift Card Amazon سوف تظهر لي مجموعة من النتائج لاحظوا معي هذا جيد لا يهمنا إذن لاحظوا هذه البطاقة وعدد المبيعات 39 مبيعات لكن عبارة عن جيد كذلك إذن ما يهمنا هو هذه البطاقة انظروا إخواني فعند الدخول نشاهد أن هذا البائع لديه مجموعة من البطاقات من 5 دولارات فما فوق ولاحظوا عدد المبيعات 45 مبيعات والـ 8.12.99 دولار يعني ستحقق بروفيت كبير جدا من هذه البطاقات سنذهب إلى هذا الموقع الخاص بحساب يعني الاقتطاعات الخاصة بـ eBay واي اقتطاعات PayPal كذلك حتى نتمكن من معرفة الربح الخالص لنا في هذه البطاقات إذن هنا نضع الثمن الذي سوف نضعه للمنتوجنا على eBay هنا لا نضع شيء ثم هنا نضع الثمن الذي قمنا بشراء البطاقة به انظروا هنا إلى الربح الخالص أو الربح الصافي 6 دولارات على بطاقة 5 دولار يعني أكثر من 100% ربح وهذا جميل جدا في هذه البطاقات ولهذا اعتبرته أنا يعني منتج مربح ثم نأخذ مثلا البطاقات الخاصة بـ 10 دولار يبيعها بـ 17.99 دولار انظروا للربح كذلك 5.37 دولار إذن هذا الربح صافي جيد جدا وكذلك بالنسبة للبطاقات الأخرى إذن إخواني شاهدنا هذا البائع وشاهدنا هذه البطاقات Gift Card Amazon والثمن الذي يضع لها إذن أخي الكريم انتبه معي الآن فسأعطيك عصارة لتجربة المتواضعة في eBay والطريقة التي سوف تنهجها عند رفعك للمنتوج أول مرة حتى تستطيع أن تجعله في المراتب المتقدمة في البحث في eBay وبالتالي رفع عدد المبيعات فأولا عند رفعك للمنتوج أخي الكريم لا تضع ثمن مرتفع فمثلا أنت أخذت Gift Card بعشر دولارات فليس المهم هو الربح في المبيع الأولى أو المبيع الثانية لماذا؟ لأن المشتري عندما يأتي ويشاهد بأن المنتوج الخاص بك ليست عليه أي مبيع فتلقائيا فلن يستطيع الشراء منك إلا إن كان هناك شيء مغري لهذا الزبون مثل الثمن كما قلنا سابقا لذلك عليك أن تضع في أول لستين لهذا البروداكت أن تضع له ثمن منخفض جدا وعندما تأتيك المبيع الأولى والمبيعات الثانية مباشرة تقوم بالرفع من ثمن المنتوج ثم تضع الثمن المناسب الذي سوف تربح فيه أكثر إذن هذه هي النقطة الأولى ثم النقطة الثانية فالشيبين فمجموعة من الزبنة لا يحبون أن يشاهدوا هنا دولارات أخرى إضافية في الشيبين يعني في الليفريزون أو الشحن لذلك آخر كريم نحن هنا بالنسبة لهذا البروداكت فلا يحتاج أي رسوم أخرى للشحن لذلك يجعله شحن مجاني وكذلك شحن سريع وحاول أن تذكراه في وصف المنتوج ثم النقطة الأخرى إخواني هي الصورة الخاصة بالمنتوج فهذه الصورة هي التي تأتيك بالزبائن بنسبة 80% إذن حاولوا أن تبدعوا قليلاً إذا لاحظوا إخواني بالنسبة لهذا الزبون فهو يضع صورة جميلة جداً ومتيرة للزبون ثم نقوم بالنزول كذلك لا تحاولوا أن تكتروا من الألوان والصور فالصورة واحدة فقط بشكل جميل ومنظم فهذا يكفي جداً ثم أخيراً يعني وصف المنتوج فهذا ما يغفل عن المجموعة من الباعة في أمازون فلاحظوا هذا يبيع العديد من المنتوجات ولكن لا يهتم بتفاصيل هذا المنتوج ولا يهتم بوصفه وهذا الوصف هو الذي سوف يعطيك مبيعات إضافية لأن الزبون عندما يأتي ويشاهد المنتوج ويشاهد الوصف احترافي فهذا مباشرة لا يتردد في الشراء من عندك أخي الكريم فسوف نأخذ بعض الأمثلة لهذا لطريقة وضع الوصف الخاص بنا فمثلاً هذا الشخص يبدو بأنه شخص محترف قليلاً يعني لا بأس به إن أنت وجدت طريقة أحسن لوضع الوصف فسوف تكون لديك خطوة متقدمة على الباعة الآخرين لذلك فلاحظوا معي إخواني فهذا الشخص يقوم بوضع وصف جميل منظم أولاً يعرض عنوان السلعة ثم بعض المواصفات الخاصة بالسلعة وطريقة يعني الدفع حتى لا يكون هناك أي إبهام بالنسبة للمشتري وهنا طريقة شحن المنتوج كذلك يقوم بوصفة هنا وهي عن طريق رسائل إيباي وإنتبهوا إخواني دائماً أرسل الكود الخاص بالبطاقة في رسالة إيباي ولا ترسله خارج المنصة حتى لا تتعرض للنصب مثلاً إن حدث أي مشكل بينك وبين الزبون قد ينكر توصله بالكود الخاص بالبطاقة فإيباي عندما ستتدخل بينكم سوف تشاهد الرسائل بينك وبين الزبون وبالتالي ستحكم لصالحك إن شاء الله وهنا بعض التحفيز للمشتري حتى يشتري مرة أخرى من عندك وهنا الفيطباك دائماً ذكر الزبون بأن يضع لك تقييمات إيجابية فهذه التقييمات الإيجابية تكون مهمة جداً لك أخي الكريم ولحسابك إذن سوف نلتقي إلى الآن إلى آخر خطوة وهي طريقة شراء هذه البطاقات فنذهب مثلاً إلى أمازون ثم نختار أمازون gift card وللتذكير فهناك مجموعة من المواقع التي تبيع هذه الكارد بأتمنى أقل من أتمنى أمازون لكن انت بأخي الكريم حتى لا تقع ضحية للنصب في هذه المواقع فأنا أفضل الاختيار أمازون الشركة الأم ثم أقوم بالشراء بكل سهولة وهنا أخي الكريم إذا لم تجد بطاقات دولار وخمسة دولار فما عليك إلا داب إلى هذه الخانة وتحديد أي مبلغ تريده أنت وبعدها تقوم بالشراء بكل سهولة ثم نقوم بالنزول هنا إخواني هنا نضع الإيميل الخاص بنا هذا الإيميل هو الذي سوف يأتينا فيه الكود الخاص بالبطاقة ثم هنا نضع الاسم الخاص بنا بعدها نحتفظ بنفس الرسالة ويمكنك تغييرها إلى رسالة أخرى تريد أن تشكر فيها المشتري على الشراء منك وهنا عدد الكمية التي تريد والوقت الذي تريد أن تشتري فيه يعني نريد نحن أن نشتري مباشرة وهنا باينو وسوف تقوم بإتمام إجراءات الدفع عن طريق البطاقة الخاصة بك وبالتالي ستتحصل على الكود مباشرة تقوم برفعه للزبون في الرسائل الخاصة بإيباي إذن إخواني كان هذا هو درس اليوم إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر إعجاب وإن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة فقم بالاشتراك الآن وفعل الجرس يصلك جديدنا أول بأول ودمتم في رعاية الله